أخواني تمعنوا جزاكم الله خير متى ما سنحت لك الفرصة لو تستطيع أن تقرأ كلام الإمام الحسين في يوم العاشر في الخطبة الأولى والخطبة الثانية إذا تستطيع باليوم أكثر من مرة تقرأها فأنت لا تقصر في ذلك وتمعن وتدبر في كلماته بأبي وامن لاحظ كيف يشير إلى حقيقة المجتمع الإسلامي وما جرى في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه ليس بالأمر الهيئ أن تقدم الأمة على قتل ابن بنت نبيها صلى الله عليه وآله وسلم وتنتهك حرمة الله وحرمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخطبة صبيحة يوم العاشر وقف يخاطب الجمع الذين سدوا الأفق في عددهم يحاججهم ويبين لهم آثار المسار الذي اتبعوه فك الارتباط بينه وبين النبي النبي شيء وأنتم شيء قال فانسبوني فانظروا من أنا ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها فانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي ألست ابن بنت نبيكم صلى الله عليه وآله وابن وصيه وابن عمه وأول المؤمنين بالله علي بن أبي طالب والمصدق لرسوله بما جاء به من عند ربه أوليس حمزة سيد الشهداء أم أبي أوليس جعفر الشهيد الطيار ذو الجناحين عمي أولم يبلغكم قول مستفيض فيكم يعني ليس مرة ولا مرتين ولا ثلاث بمعنى أن النبي كان يكرر هذا القول مرارا ترجمة نانسي قنقر